أعلنت مصر رفضها البيان الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان والذي يطالب فيه بالإفراج عن مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي بعقوبته حاليا وقالت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة بجنيف أن بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان يقود عن عمد يقود استقلالية القضاء وسيادة القانون الذي يعد حجر زاوية لا غنى عنه لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وقالت البعثة إن وصف قرار قضائي بأنه غير عادل يمثل إهانة غير مقبولة وقالت البعثة أن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان لهذا البيان ينتهك مبادئ الحيادية والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشأ لولايته ويعالج قاضية فردية على أساس انتقائي مما يزيد من الشك في موضوعيته وأضافت البعثة أنه علاوة على ذلك يبدو أن المفوض السامي اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة ونوهت البعثة في بيانها إلى أن حقيقة أن المفوض السامي يصدر بيانات نهائية مصورة على أنها حقائق دون أي دليل يقوض من مصداقيته ومصداقية المؤسسة التي يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي وأبدت البعثة في بيانها أنها تتوقع من المفوض السامي بصفته موظفا لوليا أن يحترم ولايته وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة في المستقبل والامتناع عن التعليق على القضايا التي تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة في محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية داعية المفوض السامي إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وعلى حمايتها من خلال التعاون والحوار